حدثنا وكيع حدثنا نافع ابن عمر وعبد الجبار ابن ورد عن أبن أبي مليكة قال قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله حدثنا نافع ابن عمر وعبد الجبار ابن الورد عن أبن أبي مليكة قال قال طلحة ابن عبيد الله لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أني سمعته يقول إن عمرو بن العاص رضي الله عنه من صالح قريش قال وزاد عبد الجبار ابن ورد عن أبن أبي مليكة مليكة عن طلحة قال نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن المنكذري عن معاذي بن عبد الرحمن بن عثمان للطيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم فأهدي له طلحة وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أسباط حدثنا مطرف عن عامر عن يحيى بن طلحة عن أبيه قال رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا فقال ملاكة يا أبا فلاء لعلك ساءتك إمرة ابن عمك يا أبا فلاء قال لأ إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقولوا إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشراق لها لونه ونفس الله عنه كربته قال فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عما هو عند الموت لا إله إلا الله قال طلحة صدقتها هي والله هي حثنا وكيع عن إسماعيل قال قال قيس رأيت طلحة يده شلاء وقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا صالح بن عمر عن مطرف عن الشعبي عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه رأاه كئيبا فقال ملاك يا أبا محمد كئيبا لعله ساءتك إمرة ابن عمك يعني أبا بكر قال لا وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات فقال له عمر رضي الله عنه إني لا أعلمها فقال له طلحة وما هي فقال له عمر رضي الله عنه هل تعلم كلمة هي أعظمة من كلمة أمر بها عما هو لا إله إلا الله فقال طلحة هي والله هي حسنا علي بن عبد الله حدثني محمد بن معن الغفاري أخبرني داود بن خالدي بن دينار أنه مر هو ورجل يقال له أبو يوسف من بن تيمين على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال له أبو يوسف إن لنجد عند غيرك من الحديث ما لنجده عندك فقال أما إن عندي حديثا كثيرا ولكن ربيعة ابن الهدير قال وكان يزم طلحة ابن عبيد الله إنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قد تغير حديث واحد قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قلت له وما هو قال قال لي طلحة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة واقمين قال فدنون منها منها فإذا قبور بمحنية فقلنا يا رسول الله قبور أخواننا هذه قال قبور أصحابنا ثم خرجنا حتى إذا جئنا قبور الشهداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور أخواننا حثنا عمر بن عبيد عن سماكي بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضرهما مر عليه وقال عمر مرة بين يديه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة فقال نزل رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله فقوتي لأحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه فأري طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحيء فذكر ذلك طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مكث في الأرض بعده قال حولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ألفا وثمانمائة صلاة وصام رمضان حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عمه عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام قال خمس صلوات في يومين وليلة قال هل علي غيرهن قال لا وسأله عن الصوم فقال صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا قال وذكر الزكاة قال هل علي غيرها قال لا قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح إن صدق حثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوسينك سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض وقال سفيان مرة الذي بإذنه تقوم أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لنورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم حثنا يحيى بن سعيد عن أبن جريج حدثني محمد بن المنكدري عن معاذي بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير والطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ الطلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع عن سفيانا عن سماكي بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستر المصلي قال مثل آخرة الرحل حدثنا وكيا عن إسرائيل عن سماكي بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا بهز وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماكي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومين في رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يلقحونه يجعلون ذكر في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تأخذوني بالظن ولكن إذا أخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه فإني لن أكذب على الله شيئا حثنا محمد بن بشر حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري حدثنا عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن صفيان المديني حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم يصلي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبيه قال ماررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة فرأى أقواما في رؤوس النخل يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قال يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى يلقحون به فقال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فاصنعوا فإنما أنا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله حدثنا أبو النضر حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن موسى بن طلحة فذكره حدثنا وكيع حدثان طلحة بن يحيى بن طلحة عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن شدد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفنيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند الطلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج أحدهم فاستشهد قالا ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد قالا ثم مات الثالث على فراشه قال الطلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم قال فدخلني فدخلني من ذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمي يعمر في الإسلام لتصبيحه وتقبيره وتهليله حثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الحارث بن عبيدة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم فلم يردوا عليه فقال عثمان رضي الله عنه أفي القوم طلحة قال طلحة نعم قال فإنا لله وإنه إلي راجعون أصليم على قومين أنت فيهم فلا تردون قال قد رددت قال ما هكذا الرد أسمعك ولا تسمعني يا طلحة أن شودك لها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا فيقتل بها قال اللهم نعم فكبر عثمان فقال والله ما أنكرت لها ألها منذ عرفته ولا زنيت في جاهلية ولا إسلامين وقد تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا وما قتلت نفسا يحل بها قتلي حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضرة عن أبن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه فغزى المجتهد منهما فازتشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفيا قال طلحة فرأيت فيما يرى النائمك أني عند باب الجنة إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأني لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجب لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من من أي ذلك تعجبون قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى وصلى كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال جلس إلي شيخ من بن تميمين في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا وكيف كان شأن هذا الكتاب قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإيبل لنا نبيعها وكان أبي صديقا لطلحة ابن عبيد الله إلا التيمي فنزلنا عليه فقال له أبي اخرج معي فبعلي إيبل لهذه قال فقال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس الطلحة قريبا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبيعه قال نعم رضية لكم وفاءه فبيعوه فبيعناه فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلمين قال على ذلك أني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له لكل مسلمين قالا يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب آخر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 اشتركوا في القناة